السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده اللقاء الثامن الخاص بالبرمجة والزكاء الصناعي شغلنا على بيكتو بلوكس لكن لو انت شغل على سكراتش او اي برنامج في نفس الفكرة هتلاقي نفس القوالب او نفس البلوكس اللي موجودة فمحدش يفسكر ان هي خاصة بالبيكتو بلوكس لا تشغل على كل حيات اللي طالعة من سكراتش سكراتش كان الاصل وكل واحد كان يطور حاجة ويعادل حاجة كما نشوف اليوم مع بعض اكتو ستودي وده بلنامج مختلف لكن برضو يشغل نفس الفكرة المرة اللي فاتت كنا شوفنا ازاي نحن نرسم بالقلم مسلس مستطيل كما نريد نريد نفس الموضوع هنرسم شكل بس كانت طلب ان يبقى فيه شكل متكرر فنشوف ازاي نحن نكرر حاجة ونكرر حاجة تانية يعني نكرر حاجتين فوق بعض طيب اول حاجة انا محتاجها هقول له event واقول له اول ما نبدأ العامة ديت طيب هاجة هنا وقول له انا عايز قلم اللي هو البن بالشكل دوت هيتضاف هنا عندي البن طيب انا عايز اول ما نبدأ هو يعمل مسح عايز احدد اللون اللي انا هرسم به اختار اللون اللي انت عايز شوف انا اللون انت بتحبه وبدأ اللون به ده اللون وبعد كده تفتح تعمل تشبع كما انت عايز طيب بعد كده هنختار size set bin size عايز تتكبر هو واحد ده ارفع حاجة ممكن تتكبر زي ما انت عايز وبعد كده بندون بندون يعني بحط الالم و اي حركة تتعمل بعد كده هيبدأ ان هو يسجل ماشي طيب كده انا بدأت اجهزه ان هو يبدأ ان هو ايه يرسم طيب عايز اقول له بقى ايه ابدأ اتحرك مية خطوة وبعد كده خد زاوية مية وعشرين وتحرك مية خطوة مية وعشرين كأن انا برسل مسلس يعني لو انا هعملها بالطريقة العادية خالص فهقول له اتحرك اهو مية وبعد كده هقول له ليف مية وعشرين تمام مفروب بقى اخذ الاتنين دول اهو ثلاث مرات رسم لي المثلس تمام ممكن نعمل ويت عشان ايه يرسم خطوة خطوة فانت تشوفها ماشي يعني ممكن نعمل ويت عشان تلحق تشوف الحاجة بترسم ازاي ويت تاني خلينا نمسح رسم معه الخط تاني خط ثلاث خط بس الموضوع زي ما انت شايف كده ايه كود كبير انا ممكن اختصره بان انا اقول له ايه ربيت كم مرة؟ ثلاث مرات ويأخذ ده كده ده جزء ده وده كله يتمسح ففكرة الريبيت انه وفار للوقت بسامل الحاجة بشكل ده طيب انا عايز بقى ابدأ ان انا اقرر المثلث ده كذا مرة طيب خلينا اقول له ربيت وقل له كرروله عشر مرات كرروا عشر مرات كرروا عشر مرات بس في نفس المكان فانا بش قادر اتخيل ايه اللي حصل تمام هو قرره بس بش شايف انا حاجة فهقول له ايه اعمل موف عشر خطوات ايه لازمة فكرة الموف زيت انه ويرسل مسلث جنبيه مسلث جنبيه مسلث جنبيه مسلث كل مرة يتحرك عشر خطوات ده هيتخليني افهم هو بيرسم ايه ماشي ممكن تخليها مية فالمسافة تكبر خليها مثلا 22 تمام هيمسح ويبدأ بقى ايه يرسم ال 22 طيب انا مش عايزه يعمل موف انا عايزه يعمل يلف بزاوية معينة مثلا اي زوية انت عايزة ماشي خلينا نجي هنا هنحط الدبدوب ده هنا ونشوف لما يمسح رسم مسلث وبدأ يلف طيب انا عايز بقى ايه هيكرر عشر مرات يبقى خليها تلاتة وستين وشوف اللي يحسن تمام عمل شكل جميله هوت بالمنظر الجميل دوت فده اول برنامج معنا هتغير رقم اطلال حياة كتري مختلفة مرة ممكن تحط الاتنين مع بعض يعني ممكن تحط ده مع ده اهه ونخليه في النصر كده ونشوف يرسم ايه اطلال حياة كده يرسم لنا حاجة بشكل دوت كلما تغير الخطوات اللي يمشيها او الزاوية اللي يمشيها هيعمل لك نتائج مختلفة وممكن تغير في الشكل بتاع المية دوت ممكن تخليه مثلا تسعين مثلا فاشهد ان انت كل شوق تقدر تغير وتعمل اللي انت عايزه اه ربيت اربع مرات مثلا فهتعمل اشكال لا نهائية فهتعمل اشكال لا نهائية طيب ده اول برنامج اهوت وان شوالله يكون سهل وتقدر تطباهه زي ما انت عايز وتقدر تغير فيه زي ما انت عايز يعني مش لازل انت اخذها بنفس الارقاء ومنفس كل حاجة حط اللي انت نفسك فيه وابدع وامل حاجة مختلفة طب تعال نغير فيها شوية تعال مثلا ايه هقول له كل مرة غير اللون طب اقول له غير اللون ده ازاي ازاي تعال نجد كده وهقول له اللون دوت هنا بيقول لي غير اللون بمقدار 10 ده ممكن تحطه في الريبيت هنا او هنا زي ما انت عايز كل مرة هيكرر هيغير لك اللون ويخليه اللون مختلف ماشي اه فغير لي اللون فانا عملت تعديلة بسيطة كده خليت اللون يتغير كل مرة يشتغل فيها فدي حاجة ان شاء الله تعجبك تعال ندخل على البرنامج تاني البرنامج تاني البسيط يعني انا عايز بالماوس ابدأ اهرق الشكل بتاعي بس يكون فيه حتة كده ضريفة ان احنا نعتمد على المتغيرات يعني تطوير الفكار اللي احنا شوفناه قبل كده طيب هاجي هنا اقول له انا عايز بلوكس وهاجي هنا اقول له من كنترول هقول له من كنترول هقول له من افنت هقول له ان انا عايز اول مبدأ اعمل لي متغير بقى اسمه اكس ويتغير اسمه y عشان اعرف الحاجة دي موجودة فيه فاريابل يعني متغير يعني بحط فيه قيم طول ما المشروع شغال هو بيغير القيمة ده x number عشان احنا عايزين نرقم لان احنا عايزين نعرف ان احنا موجودين فيه وفاريابل اللي هو ال y ده هنا كده ال x بالمجب وده ال x بالسالب وده ال y بالمجب وده ال y بالسالب يعني كده وكده بمشي x موجب وكده x سالب كده y موجب وكده y سالب لو انا وقف هنا ومشيك كده يبقى كده x موجب و y موجب اه كده ال 2 موجب كده يبقى ال x هي الموجب وال y بالسالب طيب احنا وقفين هنا فهقول له ايه اول ما تبدأ خلي ال x بالزيرو تمام؟ وخلي ال y بالزيرو كده يعني ممكن يكون احنا اصلا مسجلة برقم مختلف لا اول ما تبدأ خليها بالزيرو زيرو وطول ما انا بشتغل اللي هي فور ايفر ربيت 10 مرات لا انا عايز على طول خلي go to x شوف كيمة ال x كام ويرح للقيمة ديت فهاجي هنا وقل له go to يعني طول الوقت شوف كيمة ال x بكام وال y بكام ويرح طيب انا عايز اقول له بقى خد كيمة ال x دي وحطها في ال x عشان ما يبقاش حافظ رقم معين y y يبقى كده كده 00 هي الموجودة دلوقت طيب خلي دي هنا ونروح بقى ال control وقل له لما حد يدوس على السهم الفوق يعمل ايه؟ يغير ال y دي بالموجب فشنج ال variable تمام في ال variable انا عايز يغير لي يعمل change لل x لل y بمقدار قد ايه خلاه مقدار عشر عشان تظهر معينة طيب هاخد بقى كده copy وقل له خليك لما تدوس على down وقل له خليك لما تدوس على down غيرها بمجدار سالب عشر طيب وهنا ال up هقول له ايه؟ لما تروح ليه ال right يبقى ال x يبقى ال x بمجدار عشر طيب وهنا لما يروح شمال لما يروح شمال ونحاول بقى نشوف ها يعمل ايه؟ ال x طيب هاخد بقى اقول له شغل ماشي؟ اه ال y بقى بزيله وده بزيله لو حركت السهم الفوق هيبقى يغير في ال y كل ما هيتغير اول ما بدوس حرف السهم الفوق هيروح لل y ويغير فيها فاول ما يروح يتغير هنا فور ايفر بتبدأ تشوف كمية y بيكم وتغير فيها فكده انا بدوس كده السهم ده اللي هو ال write ويغير في ال x فده برنامج ظريف نقدر نحنا بعد كده نستخدم السهم في ان احنا نشوف لاعب قورة مثلا بيمشى على قورة وياوا والحاجات دي كلها فده يعني لازم تعلمها كويس لانها يدبين عليها قصص وحاجات كتيرة في المستقبل ان شاء الله طيب نستخدم كلما يمشي كلما يمشي كلما يمشي يبدأ انه يشوف السهم فين ويبدأ يمشي هره فهتشد دي كده دلوقتي مؤقتا عايز يمشي ورا الماوس فهقول له forever طول الوقت شوف الماوس فين ويمش هره if لو الماوس حد داس عليه هتلاف السنسي هنا السلام عليكم ازايك اخبارك طيب مفروض هنا في ماوس داوين يعني لو هو بعمل تشك طيب if يتأكد ان الماوس حد داس عليه وبعد ذلك سيبدأ يشوف الماوس فين ويمشي هره فهروح هنا ل glide ومشي هره عايزة بيشوف مكاننا الماوس في الاكس والماوس في الاي ويبدأ ان هو شراء فعنده هنا ماوس السنس ماوس اكس والماوس واي ونبدأ نشغل ونبدأ ندوس أي مكان يمشي ورنه يشوف الماوس فين ويمشي ورن الماوس ممكن تسرحها ممكن تشوف انت مثلا عايز تغير الرقم ده الرقم ده بشيئ تقدر تخليها اثنين تخليها بوينت تو زي ما انت عايز شوف ايه المناسب لهك للبرامج اللي انت عايزه ويبدأ ان انت تشغل عليه تمام كده احنا شوفنا ثلاث حاجات النهاردة ممكن ان احنا نعملوهم بسهولة وان شاء الله بتشاهدوا مننا اي جودة او اي مجودة او اي خاص ازايك يا اسامة هلو سمعني سمعني انا يا استاذ الله يسلمك الحمد لله الله يكرمك يا استاذ ابن حضرك معنا والله انا بعتله اللينك وابس بدي اتكد اذا ادخل معنا لا خلاص تاني هلا بأكد عليه وبشوف حليل شكرا 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 انا بحاول ارسم ايه ويحاول ان هو يصلح يعني مثلا ايه هنا باختار انا عايز ارسم ايه فيه اشكال كتيرة جدا جدا في الوصف ولياكم مثلا هنرسم اوتا كات ابدأ ارسم اي حاجة وهو يبدأ يفهمها خوارزيمات كتيرة جدا ده اذا كان صناعي هو كل مرة ان هرسم هو يتعلم مني ويبدأ ان هو يتطور في رسم بتاعه يعني هقول له ايه انا هرسم كات او تمام اه وهبدأ احط لها الملخير بتاعتها وحاول ايه هو بقى اوتوماتيك هيبدأ يرسم الحاجات اللي نقصة اي خطوط مش موجودة هو يبدأ ان هو يكملها لحد ما يرسم ده يعني خلايا عصبية نيوتشرل نيوتورك بيبدأ ان هو يفهم كل حاجة ويبدأ ان هو يتفاعل معها واي رسمة ان برسمها هو بيعدل ويطور لحد ما في يوم الايام يبقى بيرسم قوي جدا وزي لوناردو ويبدأ ان هو يعمل الحاجات احترافية دي لعبة مسلية طيب خلينا ناخد لعبة بجد ولعبة يعني زريفة جدا حاجة اسمها اوكتو ستوديو اوكتو ستوديو هشغلها لكو دلوقتي من على الموبايل هي لعبة برضو بالبلوكات يعني هتستمتع جدا وانت مسك الموبايل تعمل الالعب كتيرة جدا جدا والالعب كوي ان شاء الله خلينا اوصل الشاشة عشان تظهر معنا اه